هل تعتقد أن أسلوب الإقناع للقوى السياسية ممكن أن يجدي نفعاً؟ هل هم غير مطالعين على ما يجري؟ وبالتالي ما هي الأساليب أو الوسائل التي تكون أكثر فعالية في أن هذه القوى السياسية يجب أن تقتنع ولو لمرة واحدة أن تقدم مصلحة الوطن على مصالحها في ظرف استثنائي كما تشخصه حضرتك بدقة من خلال حواراتنا المستمرة خلال العشرة أيام الماضية مع مختلف القوى السياسية وجدنا تفهماً كبيراً للمشاكل التي تحيط بالعراق سواء هذه المشاكل الدولية التي نتجت عن ضعف السياسة الخارجية العراقية وأيضاً المشاكل الداخلية التي ولدتها السياسات الغير منضبطة التي مارستها الحكومة خلال العام السابق وأثرت بشكل كبير على نمو الاقتصاد وأثرت بشكل كبير على الحالة المجتمعية والحالة الأمنية ولذلك أعتقد القوى السياسية أدركت بشكل كبير أنها بحاجة إلى أن تتفاهم بشكل أوسع وأدق مع شخصية رئيس الوزراء القادم لوضع معالجات وحلول قد تعصف بالنظام السياسي الذي تتكع عليه هذه القوى السياسية وبالتالي هي تحتاج أن توسع من دائرة التفاهمات وتحاول أيضا إيجاد الحلول مع السيد رئيس الوزراء سواء الحلول الأمنية الداخلية ومعالجة مشاكل الاعتداء على المتظاهرين والضعف في الاقتصاد المحلي وتفشي المرض في عموم المحافظات أعتقد هذه الملفات لا يستطيع رئيس الوزراء المكلف وحده أن يدير هذه العملية خلال السنة القادمة وإنما يحتاج إلى فريق ويحتاج إلى تعاون من هذه القوى السياسية لغرض السيطرة على الأوضاع في البلاد اشتركوا في القناة